تحدث الآن إلى شبكة مراسلين من كابل جواد جوادي من واشنطن زيد بن يمين ومن اسطنبول مراد البطوش جواد بعد الخرق الأمني الكبير في محيط مطار كابل أمس ما الذي تفعله حركة طالبان لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل وهي متوقعة على أي حال وما تأثير كل ما جرع على عمليات الإجلاء نعم حركة طالبان فرضت اليوم إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأفغانية كابل هناك انتشار أمني مكثف من قبل عناصر الحركة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية وإضافة لذلك هناك دوريات تسيرها الحركة في الأحياء من مدينة كابل من أجل بعث رسالة لتؤكد حضورها الأمني والعسكري في كابل أيضا هناك إجراءات أمنية مشددة بالقرب من مطار كابل وفي الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة حيث منعت السيارات من التوجه إلى المطار على بعد نحو كيلومترين من تلك المنطقة كما أنها تفتش جميع السيارات والأشخاص الذين يريدون التوجه إلى تلك المنطقة بما في ذلك الأطقم الصحفية هناك تدابير مشددة تتخذيذها الحركة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات لا سيما وأن هناك توقعات وهناك تحذيرات من قبل العواصم الغربية عن وجود تهديدات أمنية محتملة في المرحلة المقبلة مع قرب اكتمال الانسحاب الأمريكي والغربي من أفغانستان لا سيما ونبع بقاء أيام معدودة على موعد الانسحاب الثلاثاء المقبلة وهناك عدد من القوات الأجنبية والدول الغربية بالفعل أنهت التواجد وأنهت عمليات الأجلاء من أفغانستان من بينها كندا وفنلندا وإسبانيا وبريطانيا من المتوقع أنها ستنهي عمليات الإجداء في غضون الساعات القليلة المقبلة هذا بالتزامن مع أيضا مع المشاورات السياسية هناك مشاورات سياسية تجريها القيادات من حركة طالبان مع القادة والجماعات والقبائل المختلفة في أفغانستان من أجل الإسراع بتشكيل حكومة في أفغانستان لمنع حصول الفراغ لمنع استمرار الفراغ الحاصل الفراغ السياسي والفراغ الأمني وبما تستغله الجماعات المسلحة لشن المزيد من الهجمات ولا سيمة أن هناك تحذيرات من سيناريوات مختلفة تواجه أفغانستان في المرحلة المقبلة حركة طالبان أمام اختبار كبير أمام اختبار هام ومصيري من أجل بص نفوذها والإمساك بكافة الملفات سواء الأمنية والسياسية والاقتصادية الأمم المتحدة حذرت من أن نحو ثلث سكان أفغانستان يواجهون خطر المجاعة وهناك تحذيرات من احتمال أن نصف مليون أفغاني سيهاجرون وسيتركون أفغانستان بسبب الموجة المشاكل الاقتصادية والمشاكل الأمنية وأيضا النقص الغذاء الحاصل في أفغانستان زيد وسائل إعلام أمريكية قريبة من الديمقراطيين قالت أو وصفت يوم أمس بأنه أسوأ يوم في إدارة أو رئاسة جو بايدن حتى الآن ومنتقدوه وصفوا أداءه في المؤتمر الصحفي بالضعيف والمرتبك كيف تتعامل إدارة بايدن مع هذه الأوقات الصعبة؟ نعم هي بالفعل أوقات صعبة بالنسبة لبايدن الذي حاول خلال العشرة أيام الماضية رسم صورة مختلفة عن ما يجري في أفغانستان من خلال التركيز على الجسر الجوي باعتباره أكبر جسر جوي في التاريخ أو أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ فبالتالي ما حصل يوم أمس رغم أنه كان متوقعاً وهناك توقعات أيضاً بأن يحصل ما هو أسوأ من ذلك ربما في الأيام المقبلة ولكن كانت ضربة كبيرة لرئاسة بايدن في السنة الأولى لم يتوقع هذا الكم من الدماء وهناك نوع من المرارة داخل الإدارة الأمريكية لأنها كانت لديها معلومات تفصيلية عن هذا الهجوم حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست ولم تنجح في إيقافه أو حتى التقليل يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه الحصيلة من الجرحة والقتلة تقريباً 30 شخصاً لم تستطع حتى التقليل من تأثير هذا التفجير في محيط مطار كابل وهناك مخاوف حالياً وائل من هجوم آخر خصوصاً أن التقديرات تشير إلى وجود 100 مقاتل من تنظيم الدولة ولاية خراسان في المحيط وبالتالي هذه الهجمات ربما قد تتكرر إذا فتحت الأمور وفتحت البوابات من جديد كذلك هناك الخوف الأكبر الذي تحدث عنه قائد القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس وهو أن يكون لدينا سيارة مفخخة تستهدف هذه المواقع وقد طلبت واشنطن من طالبان مباشرة إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المطار وهي تأمل بأن طالبان ستتعاون فعلياً أيضاً يجب أن نذكر في هذا الإطار أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وأيضاً ذكر بأنه يستبعد أن تكون طالبان متورطة بالرغم من أن نتائج التحقيقات لم تصدر بعد هناك كانت بعض المخاوف أن يكون عدد من عناصر شبكة حقاني التي هي جزء الآن من طالبان قد انتقلوا أو ينتقلون بين تنظيم الدولة وطالبان قد يكونوا اخترقوا هذا الجدار الأمني الذي تقوم به طالبان في محيط المطار سياسياً ما كان لا في تنوائل هو ما ذكرته واشنطن بوست اليوم من أن المولة برادار طلب من وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ابقاء السفارة الأمريكية في كابل ابقاءها مفتوحة للعمل خلال الفترة المقبلة كذلك ناقش معه الترتيبات الأمنية لابقاء هذا المجمع ناشطاً خلال الفترة المقبلة وبالتالي يبدو أن الوضع مع طالبان أن الفكرة أن تكون طالبان وراء هذا التفجير مستبعدة جداً بالإضافة إلى أن واشنطن ربما تكون مستعدة لإعطاء طالبان فرصة لإثبات نفسها سياسياً في الفترة المقبلة مراد في اسطنبول تركيا أيضاً في حوار مع طالبان كما كشف الرئيس أردوغان وهناك طلب لتشغيل مطار كابل هل ترى أن تركيا فعلاً قد تقبل هذا الطلب من قبل طالبان وهل ترى أنقرة في ذلك مدخلاً لممارسة نفوذ ربما في أفغانستان في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار يعني ربما الخلاف هو يتكرس الآن مع أعلان رجل طيب أردوغان عن وجود محادثات استمرت ثلاث ساعة ونصف في مقر السفارة التركية بكابل الخلاف حول الصيغة التي يمكن للأتراك أن يتواجدوا بها بمطار كابل حيث بأن حركة طالبان قد عرضت على تركيا أن تقوم بتأمين المطار أي أن طالبان هي من تقوم بعملية التأمين وبأن الأتراك من واجبين بالمرحلة المقبلة أو مما يعرض عليهم أن يقوموا بالعملية الفنية وبعملية الإدارة وربما هذه الصيغة التي كانت حتى ما قبل تفجيرات يوم أمس الصيغة التي يتفاوض الأتراك هم كانوا يطمحون أن يستمروا بوضعهم لكن بطريقة متميزة تماماً عن حلف سمال الأطلسي بعد مغادرة كافة جنود الدوليين من أفغانستان وهي كانت ورقة بالنسبة للأتراك جيدة جداً في بقائها في أفغانستان عبر بوابة المطار ومن خلال إدارته وأيضاً حمايته لكن حركة طالبان بأدبياتها وأيضاً بخطاباتها السابقة كانت تعتبر بأن أي قوات دولية من ضمنها القوات التركية هي قوات محتلة على الأقل قبل عام من هذا التاريخ وبأن المطار هو أرض أفغانية وبأن السيادة عليها يجب أن يكون جزء من السيادة الوطنية لكن الأتراك بعد حادثة يوم أمس ربما سيعيدون التفكير تماماً في شكل تواجدهم في أفغانستان ربما لأنهم يدركون تماماً حساسية الموقف الداخلي التركي خصوصاً أن المعارضة يوم أمس تحدثت عن ترحيبها بسحب كافة جنود الأتراك من أفغانستان هل ستخاطر أنقرة ربما بوجودها بالزي العسكري على أقل تقدير هذا موضع الخلاف لكن بكل تأكيد بأن الخطابات المتبادلة بعيداً عن انصيغة الوجود التركي في أفغانستان هي خطابات تشيد ربما بالقواصم المشتركة ما بين أفغانستان وبين طالبان وبين الجانب التركي من خلال أنها دولة إسلامية من خلال وجود الكثير من الأرقيات التي تتواجد في أفغانستان وتنحدر من الأصول والجذورات التركية اليوم تحدث رجب طيب أردغان وقال بأنه على مدار 20 عاماً سهمت تركيا في تحقيق الأمن والاستقرار وبأن الرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك تواجدوا خلال الفترة الماضية وبالتالي الطموح متواجد من قبل الأتراك أن يستمر ذلك في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والبنية التحتية والمشاريع الإنشائية يتواجد في أفغانستان حالياً 4500 مواطن تركي تم إجلاب بعض منهم قبل قليل وصلت طائرة إجلاع عسكرية ثانية إلى مطار أسمبوا في أنقرة لكن ربما لم يكتمل عملية وصول وانسحاب كافة القوات التركية حيث وصلت الطائرة الأولى يوم أمس على متنية 345 راكباً قالت وسائل الإعلام التركية بأن عليها 345 راكباً ولم تقل جندياً بالتالي من المفترض أن يكون من بينهم جنود ومن بينهم مدنيين وصل أيضاً خلال الفترة الماضية أكثر من 1200 مدني قالت السلطات التركية هناك عائلات تركية ترغب بالعودة واليوم تحدث رجب طيب أردغان على أن الوسيلة المستخدمة والأكثر استخداماً والأكثر أماناً هي نقل الأتراك من مطار كابل إلى إسلام أباد ومن ثم عودتهم إلى تركيا بالتالي الصيغة التي يمكن أن يتواجد بها الأتراك في المرحلة المقبلة تقول أنقرة بأنها تعتمد بشكل أو بآخر على مدى الاستقرار الأمني في أفغانستان وشكل الحكومة القادمة والعملية السياسية وأيضاً هل أن ذلك ربما يغير من طريقة تفكير حركة طالبان حيث أن ما حدث يوم أمس هو ربما يعزز فكرة عدم استقرار البلاد وبالتالي ممكن أن تقدم تنازل مال للجانب التركي هذا مفتوح في رسم الأيام القادمة ننبه مشاهدين إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه أسفل الشاشة وهو ارتفاع كبير في الواقع في حصيل الضحايا انفجار كابل المزدوج أمس إلى 145 قتلاً هذا ارتفاع كبير في أعداد الضحايا نشكر على أي حال مراسلين مراد البطوش في اسطنبول زايد بن يمين في واشنطن وجواد جوادي